موسيقى أنا الأرض ما كنتني بها الدولة جراني ما نخرجش كونش يميت أمن داري خسرنا فلوسنا خسرنا صحايحنا خسرنا خدمنا نجاري وبين المحاكم وبين الإدارات نحو ديارنا نخرج ونهج وما نعرفش وننمشوا في البلاد هذه هي سيد قاية السعيد شو بنا حل السباق خير مادام قلت لي عندك إشكالية شنو هي الإشكالية عندي إشكال لعندي داري من عام الفين هبتتنا الدولة متمثلة في مؤسساتها من ولاية من بلدية من من معتمدية في تدشين وزارة الخارجية وزارة الخارجية جبل الأحمر هبتونا 12 عائلة هبتونا وفرو لنا مقاسم في تراب على ذمة شخص من العائلة ولو عملوا اتفاقية مع شخص هذا الشخص هذا ما كملوش معه الاتفاقية اليوم هو يطالب فينا بالخروج من أرضو نحو ديارنا نخرجو نهجو وننعرفش وننمشو في البلاد هذه نحن خارجونا عائلات خارجونا خارجونا كعائلات قرب 13 عائلة خارجوهم في عمل فيه وماكنوهم من المساكنة هذه منهم حماتي بنات لها فانتسيس فانتسيس ماعطوهاش أوراق ماكنونا من المقاسم هذه من دون عقود ما عملوش معانا حلول اليوم احنا عشرين سنة واحنا نتجارون بلاسة لبلاسة الإدارة اللي نمشولها هنا معاكم وما فهم شيء المحاكم ما خسرنا فيها خسرنا فلوسنا خسرنا صحايحنا خسرنا خدمنا نجارو بين المحاكم وبين الإدارات واحنا هذا يبعثنا لهذا هذا يبعثنا لهذا يا سيد قيس سعيد شوف لنا حل شوف هالموضوع هذا أهتي أولوية راني اينا وصغاري ومعايا عائلات أخرى مهدى بالخروج من ديارنا شوفونا حل في أقرب وقت وين مدام تقعد دار الأرض هذي بضبط؟ في حي زيتين في العمران جبال الأحمر أنا اليوم ريتكم جيتكم بالذمة يعني عشرين سنين تم بالشوراق وحنا ساكنين ابنينا خلانا سيدة ذينا ما ابنينا بالرغم ساكن معانا في نفس النهج ومتمتع معانا بمقسم في أرض أنتو ما مدام ما طالبتوش بوراق من عشرين سنين من قبل ما تخرجوا من الأرض اللي كنتوا فيها أخي انتي هبطاتك الدولة هبطاتك الدولة وماكناتك من حال كون اللي جايكم اللي قال لكم أخرجوا معانا يوراكم سايب ش نمكنوكم معتمدو وواليو وعمدو وعادنا ما يثبت عادنا ما يثبت الشي هذا عادنا ما يثبت الكلم اللي نحكو فيه الاتفاقية هو مسحح فيها السيد هذا مسحح في الاتفاقية البلدية هي الأخلة بوعودها البلدية هي ما كملت لناش البلدية أخلت بوعودها تجاه مواطني البلاد هذية اللي ندرى أحنا كمواطنين توحلين بقوة خمسة عائلات خمسة عائلات كل عائلة فيها عشرة وفيها عشرين فرد وين نمشوا وين نمشوا يا سيد قيس عيد التفت للموضوع هذا رأوا الملف هذي رأوا ملف فيه فساد كبير رأوا فيه فساد كبير الملف هذا رأوا مهدين بالخروج رأوا ما نخرجش كونش ميتة من داري رأوا الموضوع هذي رأوا لما تحلش رأوا بيش تصير فيه كارثة رأوا انا اللي عندي حطيتوا كل فيها الدار هذي صحتي عمري قيوا عمري كل حطيتوا فيها اليوم يجيني بعد هالثورة المحنونة هذية وقولي اخرجي من داري عليش ما وقفنيش من لول ما خلانيش نبني ماذا مدام الوراق لي ما زلني يقسينكم على الملكية طوام في الاردة ما عنده الملكية في الارض خلاني ما بنيت خلاني ما خسرت خلاني ما خسرت وما بنيت وليوم يجي طالبني بالارض امتيعوا انا الارض ما كنتني بها الدولة ضعت بالقدي بالقدي راجل الخدمة اللي شدها يبطلها بالحق قراني بالحق اقفولي انا نوجه ندائي من هنا من عندكم للرئاس الحكومة نواجه ندائي للسيد الكاتب العام تاع البلدية جديد ونقوله ان شاء الله انت تكون ناس طيبة وتكون وتقف للموضوع هذا وتحلوا والسلام عليكم